موسيقى مساء الخير بانياس بعد درعة ووراء كل جمعة سبت لجردة الحساب فالمعارضة السورية اعلنت ان الجيش اقتحم بانياس اليوم بالدبدات وظل متمركزا في وسط حمص فيما قال مصدر عسكري سوري ان وحدات الجيش والقوى الامنية تلاحق عناصر المجموعات الارهابية في بانياس وريف درعة بهدف اعادة الامن والاستقرار وهي تمكنت من القاء القبض على عدد من المطلوبين والاستلاء على كمية من الاسلحة ويتضح من المصدر ان دفعة على الحساب قد قطفتها الاجهزة الامنية من اولئك الذين اوقفوا وبعضهم اعتدى على الجيش والمواطنين اذ عرض التليفزيون السوري مشاهد تظهر التنكيل الكبير الذي تعرض له الجيش في جمعة التحدي حيث سقط احد عشر عنصرا شيعوا من المستشفى العسكري في حمص واذا كان مجموع عدد القتلى الذين سقطوا امس قد بلغ ستة وعشرين للجيش نصفهم تقريبا فان ذلك يؤشر الى قوة مسلحة ومدربة تدريبا مزمنا تواجه النظام وتتمكن من افراد جيشه لكن حدة الاستهداف الذي تتعرض له سوريا والانهماك الامني بضرب المجموعات المسلحة يجب ان لا يمنع القيادة السياسية من تنفيذ الاصلاحات لسيما بعد تلقي الرئيس الاسد اكثر من نداء يستعجله التطبيق فالثقة الامنية بالرئيس السوري تلقي على كاهله مسئولية مضاعفة بتنفيذ ما وعد به وما لم يكن مرجحا دخول واشنطن على خط المناشدة بعدما اعلنت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أنها لا تزال تؤمن بمستقبل للنظام الحاكم بقيادة الرئيس السوري بشار الاسد معلنة أن الوضع في سوريا يختلف عن ليبيا ورئيس سوريا الذي تمكن من لعب دور ديبلوماسي مهم في أزمة البحرين ليعجز عن القيام بدور أهم في أزمته الداخلية فهو استقبل اليوم وزير خارجية البحرين ناقلا رسالة من الملك حمد بن عيسى وذلك بعدما ساهم الأسد في صنع توازن إيراني سعودي بحراني وأوفد وزير خارجيته إلى طهران واستقبل نجل الملك السعودي ولاحقا اجتمع بوزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد ليتثمر جهوده على أرض البحرين تلك الثقة بقيادة الأسد التي أثنت عليها كلينتون تعطيه اليوم دافعا قويا لترتيب البيت الداخلي وحوار المعارضة بفرعها الأصلي وربيعها الدمشقي الذي يؤكد أنه لم يتلوث بالدم وعندئذ يحصر النظام المجموعات المسلحة لبل يحاصرها ويفكت أهدافها حتى لو بلغت حد قلب النظام وإلى المنظومة اللبنانية التي يبدو أنها تحتاج إلى جمعة تحدي سياسية لإنجاز العالق من حكومتها فوفقا لتأكيد غير مصدر فإن العقدة داخلية لا خارجية وحصرا فإنها مارونية يستعاد معها مشهد الصراع السياسي على مناصب الموارنة والتي أدت فيما مضى إلى ما ترجمته حروبا على الأرض داخلية واستقطابا خارجيا اليوم يتجدد هذا الصراع على وزراء الداخلية لكن مع ذلك فإن أفق التأليف غير مسدودة وحركة المشاورات مستمرة ومعها تسقط أسماء جنرالات وتتقدم أسماء وآخر العنقود العقيد مروان بطار أمنيا سجل استنفار وأطلاق نار في منطقة وادي خالد على الحدود اللبنانية السورية وشككت مصادر أمنية في أن يكون أحد الأشخاص قد اجتاز الحدود من الجهة اللبنانية لكن المعلومات حول هذا الأمر لا تزال غامضة فيما أفيد عن نقل جريحين سوريين كانت عرضا لضرب بالسككين إلى أحد مستشفيات الشمال ترجمة نانسي قنقر